يعد الرمان المزروع في حلبشة بكردستان العراق الأكثر جودة على مستوى العالم حيث سبق وأن حصل على المركز الأول بين مائة دولة في مسابقة أقيمت في بريطانيا عام 2013 وتختص حلبشة بصناعة عصير ودبس الرمان الذي يستخدم في مختلف الأطعمة والأكلات وهذا المعمل هو من أقدم المعامل في المدينة رغم بساطته فهو منذ عشرين سنة يعمل بطاقة انتاجية تقدر بستة إلى سبعة أطنان يومياً من الرمان معمل حلبشة هو أول معمل للرمان يعمل منذ سنين نستقبل يومياً أكثر من ستة أطنان من الرمان ونصنع منه عصيراً إن حلبشة المدينة الأولى في العراق المشهور برمانها وعصيره المشهور بطعمه وفائدته وله أنواع مختلفة من الطعم والمذاء مدينة حلبشة معروفة بالرمان وكل سنة انتاجه يصل إلى أكثر من ثلاثين ألف طن وهناك أكثر من ثمانية آلاف دونم من الأراضي المزروعة بالرمان وأشهر أنواع الرمان هو الصليخاني وهو أطيب أنواع الرمان وأجودها لأن طعمه مميز ليس بالحامض ولا الحلو ونحن نجلب الرمان هنا في المعمل لجعله عصيراً للشرب وتعتبر فاكهة الرمان هي الفاكهة المحببة لدى أهالي حلبشة والسليمانية فضلاً عن استهلاك فاكهة الرمان في كردستان العراق واستخراج عشرات الأطنان من عصير ودبس الرمان إلا أن حلبشة تعتبر الأولى والأشهر صيتاً بتصدير الرمان بسبب رخصها وارتفاع أسعار الفواكه الأخرى في العراق حيث تشير أرقام دائرة الزراعة في المحافظة إلى وجود ثمانية آلاف وخمسمائة دونم من الأراضي المزروعة بالرمان